نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام بدأ نومه على شقه الأيمن ووضع كفه اليمنى أسفل خده الأيمن وقال هذا الدعاء المبارك ربقني عذابك يوم تبعث عبادك واختيار كلمة البعث لأن النوم أخ الموت وأن اليقظة تشبه البعث من القبور كان يقول صلى الله عليه وسلم ربقني عذابك يوم تبعث عبادك والنبي يقول ذلك تعليما لأمته لأن النبي مغفور ذنبه ومؤمن من عذاب الله عز وجل ولكن النبي يقول ذلك تحققا بالعبودية وافتقار العبودية لرب العالمين وتعليما لأمته أن يتعلم منه هذا الدعاء وأن ينام على هذا الرجاء والحديث الثاني في هذا الباب يقول حدثنا محمد بن المثنة قال حدثنا عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود مثله يعني مثل الحديث السابقي وقال يوم تجمع عبادك يعني بدل من أن يقول يوم تبعث عبادك قال في الرواية الثانية يوم تجمع عبادك ويوم الجمع الذي لا ريب فيه ويوم القيامة وعنه بي قال حدثنا محمود بن غيلان وعنه به أي عن الإمام الترمزي به أي بإسنادنا إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا يعني على اسمك باسمك البائنا بمعنى على يعني أي على اسمك وعلى ذكرك واعتمادا عليك وتوكلا عليك اللهم باسمك أموت وأحيا يعني أموت على اسمك وأحيا على اسمك وأموت هنا نسبة للموت لأن للنوم لأن النوم أخ الموت الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وكأن النوم كل يوم الإنسان ينام حتى يتذكر بالنوم الموت فيظل باستمرار ذاكرا أنه سوف يأتي عليه يوم يموت فيه وينقطع عمله فعليه أن يسارع بالأعمال فهذا دعاء آخر يقول اللهم يعني يا الله اللهم معناها يا الله فالميم التي تدخل على لفظ الجلالة هي ميم الدعاء اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا كما قلت لك لأن النوم أخ الموت فالإنسان إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور وإليه النشور يعني البعث من القبور وكأن استيقاظك من نومك يذكرك بحال البعث من النشور من القبور وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط أمته من خلال نشاطها اليوم بربها وبحقائق يوم القيامة وبما تستقبله في مستقبل زمانها من حساب ومن بعث ومن نشور وعنه بيقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات وهذا أيضا من الأداب النبوية الشريفة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادته النوم وننصح به كل من تكسر عليه الكوابيس والأحلام المزعجة أن يواظب على هذا الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه أمام فمه الشريف ثم ينفس فيها ثلاث مرات هكذا يعني يخرج نفس ثلاث مرات هكذا من فمه بغير ريق وأحيانا بقليل من الريق ثلاث مرات ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثم يمسح رأسه وما استقبل من جسده هكذا ويكرر ذلك ثلاث مرات ثم